اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو سبب بقاء للنادي الإسماعيلي قولاً واحداً مفيش بيع قولاً واحداً مفيش بيع في الفطفة اللي إحنا فيها دي مفيش بيع أنا فطفة من الفطفات بعت شيف عبد الفضيل إمتى بعت شيف عبد الفضيل سمونس نصر بالحسن في ألفين آه بس كان في فريق كان في فريق أممكن أبص على عنصر أنا عندي ليه بديل ممكن أبيعه لندي أحد وسائل السسماء الإسماعيلي مجرف أنا النهاردة فجأت إن السنة اللي فاتت إحنا بنعاني معاناة شديدة أنا النهاردة أول عنصرين عندي أو ثلاث عناصر عندي مميزين قبل ما أبدأ بيهم الموسم أبيعه لا صعبة أنا كحضر مجلس إضافة أو شايف الناس في الشابح كتب محروقه قد دي أبفض هذا القرار النهائي شئلة مش بتاحتي فهمني أنا فوجأ نعرض أن علي أغلب ما نعرض أن ألف ضرور داخلين في عشر مليون جنيه ولا تسعة مليون جنيه أنا مش بتاحتي بأن المبلغ ده كان ممكن يوجه لتنمية النادي وستصنوات النادي أنا فوقت أن القيد عندي موقوف كل التعاقدات اللي أنا عملتها موقوفة لقد توجد حتى أن أنا حتى بأفتح أو بأفتح أو بأفتح القيد واجهت مشكلة حتى كمان في التحويل قد تبالك الحمد لله قدرنا الحمد لله بفضل يعني أجهزة الدولة قامت معنا بواجب كويس الحمد لله يعني حولنا المبلغ وتفتح السيستم والحمد لله إن شاء الله والفطفة اللي جاية تشهد استقرار في حالة النادي لمشيئة الله والله يعني إش عايزة أقول لك إن إحنا بنحلم ببطولة الهدف المراضي وإحنا جايبين المدير الفني اللي على مستوى عالي لكل المسترجاريدو لما عادنا معاه وقلنا له الهدف تحقيق بطولة وأنا يعني الحمد لله سعدت إن أنا كنت قاعد معاه مبارح وتعرضت عليه كل الصفقات بالاسم واحد واحد أقر كل الصفقات إلي صفقة واحدة آه يعني صفقة واحدة بس أبضى عليها التحفز وإحنا في سابيننا إن إحنا نحلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر